اهلا بحضراتكم معينا في قناة الابيض تيفي وحلقة جديدة من حلقات التوقعات وليح نتكلم فيها عن توقعات نصر دامس العرب مشيل حيك واختر توقعاته للدول العربية وقبل ما نبدأ الحلقة يريد تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو انت جديد معنا وتفعل الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا اول باول بيتوقع مشيل حيك ان في تجمعات وزحمة في منطقة السويداء وبيقول لا اعرف اذا كان ذلك المشهد حزن او فرح او كان استنفار او ثورة بيتوقع كمان انبهار مؤقت في مشهد غريب في صدنايا عودة الهايبة السورية الى سوريا وانتفاضة انتقامية بعد صمت طويل للسلاح السوري الايراني لردع الخرقات والغارات الاسرائيلية في سوريا بيتوقع كمان خطوة جريئة بتترافق مع ضجيج اعلامي لفك لغز احد السجون السورية مش بسهولة حنعرف اسرار عن مجموعة من المقربين من الرئيس بشار الاسد واسرارهم للعلن كمان بيتوقع قرار الاغتيال برفع الحصانة عن الرؤوس المحرمة وكبار الممولين السوريين واصحاب رؤوس الاموال ايد بايد لفتح ثغرة بقانون قيصر لوضع قهد حجر الاساس للنهضة السورية شايف كمان تراب الجولان والقنيترة لمزيد من الدم وجغرافيا المكان هتتغير وحنرى بها معهدات واتفاقيات جديدة ايضا بيتوقع عفو رئاسي لا يشبه اي عفو والغاية اعطاء فرصة لاصحاب الاموال والممولين للعودة الى سوريا مرة اخرى كمان بيتوقع ان سوريا الخير رجعه ولو بخطوات خجولة اما توقعاته الخطيرة عن لبنان فبيتوقع عقوبات كبيرة على عدد من الشخصيات بتتخطى حدود المادة والممتلكات موجة عارمة من الاستنكار جراء حدث بيقع بحرم الجامع بتوقع كمان مشيل حيك اشتعال ثم انفجار بركان البنك المركزي وحممه بتحرق الاقراب والبعاد وابتطال عدد من البنوك طرابلس والمحامين والنقابة على كفع فريت وكارثة بنادي رؤساء الحكومات شريطة سوداء بقفق كتلة التنمية والتحرير ومن ينتمي اليها ضخمة الحدث المرتبط ببلدية بيروت هيستدعي استنفار كامل للاجهزة كمان بيتوقع تطور مفاجئ بيفك الغام والغاز وبيكسر حواجز بين بنشعي وبعبدة مطران بيروت بوليس عبدالساتر من غير ما يخاف خطر المكايد هيحلق خارج سربو قائد الجيش جوزيف عون اسم بيدخل القرعة صدمة بترفع صوت الدرز لأعلى مدى والدروز مالية الشارع تكسي الأحداث هيشتغل بقوة على خط كورنيش المزرعة وطريق الجديدة سلام المخيمات برسم الاهتزاز المخطط استنفار لكل الأعمار بصفوف حركة أمل الثابت والمنقول بممتلكات أحد الأحزاب برسم التصفية عصف مفاجئ بيظهر للعلن خفاية العلاقة بين حزب الله ووليد جنبلات أكتر من سفير وسفيرة رهن إشارة قيادة أمنية شخصية كبيرة بتحضر لسفارة إحدى الدول ومش واضح عندي إذا كان ضيف أو لاجئ وإيه هي المهمة بيلعب الشيطان برأس مرافق لأهم إحدى الشخصيات وبيغري لخيانة معلمه أما توقعاته لمصر فبيتوقع أن أمام الجيش المصري استحقاقات كبار في مطرح أو مكان تكريم عالمي لتفوقه على الجيوش العربية وفي مكان آخر بيسد الضريب التفوقه كرة الخطر على ملاعب كرة القدم في مصر لغز كبير بيرافق ملف الهزات الأرضية في مصر الرئيس السيسي بيحاول أن يكون سد منيع بأعلى جهوزية لمواجهة الأخطار المتربصة لي أحد السجون المصرية برسم الإهتزاز استخدام أسلوب جديد مبرمج مدعوم من بعض الدول للتظاهر الهادم لفتح ثغرة في جدار السلطة أما أهم توقعاته للعراق فبيتوقع أن القادة العسكرية الأمريكية هتستلم أهداف موجعة قائد الحزب الشعبي وحزب الله العراقي هيكونوا في معارك مفصلية ومصرية بتحمل دم وضحايا للأسف المنطقة الخضراء ببغداد حتكون على موعد مع تصفيات وإعادة الحسابات هيحاول الكاظمي الصمود أمام اهتزازين واحد منهم طبيعي والتاني أمني زيارة كاظمية بتولد غليان استهداف رؤوس من الجسم القضائي العراقي بتحتز العراق إثر اهتزاز القشرة الأرضية وأثر مائي مرعب استهداف مقام ومقامات دينية والتداعيات حدث ولا حرك بيقفز مختدى الصدر من نقطة السلم إلى نقطة اللاسلم أما أهم توقعاته للمغرب فبيتوقع ضجيج إثر إصابة وجه معروف وصاحب شهرة على أرض المغرب ازدياد ظهور ظاهرة اللجوء للمغرب لأهداف مختلفة من قبل أسماء وشخصيات كبيرة بتحصد الرياضة المغربية جوائز كتيرة بتحفر اسمها في سجلات التفوق العالمية أضرار ضخمة بوسيلة أهلمية مرتبط بها رمال متحركة بين مراكش وكازابلانكا أمر طارق بيستدعي استبعاد الملك من مكتبه لفترة هتبدل الصورة وحنشوف بعض المواقع الليبية منقلبة رأسا على عاقب بيتلقى السلك الدبلوماسي إشارات خاطرة واحدة منها بتتحول لكتلة نار أزمة عنوانها السراج داخل الحكم وخارجه هفتر في مهب القرارات الدولية اسم سيف الإسلام واسم شقيقته عائشة بيشغلوا من جديد مساحة ليبية واسعة بعد كده هنروح لتوقعاته لليمن بيتوقع أن في مكان من الأماكن بتخوض جماعة الحوثي معركة سلام مش حرب ومش استسلام خبر الأخبار اليمن رح ينتقل من مقر إقامته الحوثي والحوثي مر من هنا تغيير المعادلات اليمنية رحيل شخصية يمنية بارزة والرئيس عبد الربو منصور يتأرجح بين الصحة والأمن اليمن من أتون نار إلى بوادر مصالحات ومصافحات أما توقعاته للسودان فبيتوقع أن بشير السودان وعصاته في مقدمة الخبر حركة سودانية بين حركة الانتفاضة والتمرد من قلب مشاكل السودان بتقود السودان مصالحات واسعة انطلاقة مرحلة الإعمار والإنماء السودانية والسودان من قلب المشاكل سنراها قبلة الأنظار للسياحة العالمية المتجددة أما أخطر توقعات مشال حيك للأردن فبيتوقع أن ملك الأردن بيرفع سقف الدفاع عن الأوقاف بفلسطين وبيصد التطول الإسرائيلي بكل المواجهات وخلل فاضح بيصيب أحد الأجهزة الأمنية الأردن هتتشكل وجهة جديدة للاستثمار ورؤوس الأموال وحتكسر أكثر من حلقة في الجمود الاقتصادي الجسم القضائي الأردني برسم التشظي مخطط إرهابي لأهداف كبيرة وصيد رؤوس آياد أردنية بيضاء في عملية المصلحة والسلام بتغضب طبيعة الأردن وحنشوف مشاهد مدهشة العيون على أولاد الملك عبد الله أما أهم توقعاته للبحرين فبيتوقع جمر في البحرين وغلايان على أراضي في المطار البحريني محاولة لفرض وضعية جديدة داخل السجون البحرينية مخطط لحجز حريات والنيل من شخصيات معروفة وزير خارجية البحرين في مهب المخاطر مجموعة من التحديات السياسية والصحية بانتظار ملك البحرين حركة تجارية واسعة داخلية وخارجية لاستثمارات ضخمة وملفتة لمياه الجزر البحرينية متابعين الأعزاء بكتا نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقة النهاردة من أخطر توقعات مشاه الحيك اتكلمنا عن توقعاته للدول العربية في المرحلة المقبلة بشكركم جدا على حسن متابعتكم ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناة وحنستنى كل تعليقاتكم وقراءكم وشوفكم بكرة على خير ودومتم بكل الخير والحب والسعادة